اشتركوا في القناة وحللين الفنين الكبار رؤيتك للالف في الموسم الجاري يعني الموسم الحالي بدايته وانطلاقته خسارت سوبر افريقي لحيط نفسك بسرعة بالسوبر المحلي دخلت الدوري كسبت مطشينت عدلت مطشين روحت دوري ابطال افريقيا كسبت مباراة عدلت مباراة حققت فوز على العين ومكمل في بطولة دولية مهمة جدا اجمالا كده البداية دي في اول شهرين تلاتة شايفها ازاي طيب يعني يمكن لما نحسب الفترة دي كلها نقول النادي الاهلي كان افضل في مباراة العين مباراة العين قدم مباراة كبيرة جدا الحقيقة مباراة الوحيدة اللي قدمها بالمستوى اللي هو بتاع الموسم اللي فات مستوى اللي هو تقارب الخطوط المستوى اللي هو فيه الرتم السريع مستوى اللي فيه ربط الحقيقة في التلت اللجومي بشكل مميز جدا بالشكل كمان اللي ظهر فيه طهر محمد طهر دي يمكن أفضل مباراة لكن بعد كده النادي الأهل افتقد مميزات يعني هي اللي بتفرق معاه وبتصنع الفارق في مباراة بتاعة الموسم اللي فات كلها أولا هو كان بيعمل ضغط متقدم ولما بيعمل ضغط متقدم ما بيعملش ضغط بتلاتة أو بيعمل ضغط باربعة ده بيعمل ضغط متقدم مع تقارب الخطوط بتلاقي المدافعين بيبقوا في وسط الملعب والمهاجمين ووسط الملعب بيبقوا في الثمانتاشر فكده سهل جدا انك انت تستخلص الكورة أو تقطع الكورة والحاجة التانية كمان انت لما بتقطع الكورة وفي تقارب الخطوط اللي كان مميز جدا بنادي الأهل في الموسم اللي فات الحقيقة انت بتقدر توصل للجول بمنتهى السهولة طبعا باختراكات حسين باختراكات الحقيقة بيرستيل لما كان شغال كويس طاهر محمد طاهر طبعا الموسم دوت وسام اللي أنا بعتبره من أفضل المهاجمين اللي جون مصر اللي كان بيعمل الضغط متقدم وكان بيعمل الرقابة أو الضغط في وسط الملعب بشكل قوي جدا جدا وفي نفس الوقت كان بيعمل الرقابة بالسردباكين والباكين بالضغطيات العكسية كان مميز جدا يعني يمكن واحدا من ضمن الحاجات في المباراة اللي فاتت الحقيقة برضو نفس الحكاية نفس الخطأ الحقيقة ياسل إبراهيم برضا الكورة بتتليع بالكورس وهو بيبادع عن الراجل تلات ياردار الراجل اللمس الكورة بدماغه ويمكن جات في إيد الشناوي الكورة دي قررت كتير جدا فده من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نعالجها وبالذات في المباراة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله أو في كاس عالم الأندية برضو غياب محمد هاني وغياب علي معلول من بداية الموسم مع شكل خط الدفاع بالتغييرات اللي تمت بخروج عبد المنعم تقدر تقول يعني الراجل لسه في بداية الموسم بالتغييرات دي لسه بيحاول يسبت بس شكل خط الدفاع فممكن تلاقي الدفوهات دي في بعض المباراة لكن المهم أنك تقدر تحلها أو تشوف مشاكلها قبل المنشطات اللي جاي هي طبعا يمكن أنا بس هبدأ معك برضا في علاج دي لأنه هو يمكن أخذ فترة الاعداد عمل الاسبوعين بس وهو اشتاك من دي كمان ما كانش فيه وقت آه ما كانش فيه وقت فبالتالي دي مش نفس الفرمة البدنية اللي كان عليها في الموسم اللي فات اللي كان بصراحة بيعمل تفوق على أي تيم بيلعبه إذا كان في الدور المحلي أو إذا كان في أفريقيا الكلام اللي أنت بتقوله يا محمد طبعا صح بنسبة 100% محمد هاني وعلي معلول يعني اللي اتنين طبعا كانوا أثبت وجودهم خلاص وثبتوا وجودهم علي معلول أنا بيعتبره من أفضل البكات الشمالي اللي جون في تاريخ الكرة المصرية لأن علي معلول يمكن ناس لا يعني يحيا عطيت الله لا يعني مفهاش مقارنة خالص علي معلول ده حاجة حاجة مميزة جدا جدا لأن علي معلول كان بيعملك كل حاجة بسل咱 نزلم يحيا لو قارننا واحد لسه جاي بقاله شهرين بلزر وواحد بقاله 8 سنين أنا ليه تاريخ طويل يعني حتى بعيدا عن السنين يعني بعيدا عن السنين لا المقارنة صعبة جدا جدا علي معلول كان بيعملك الجماعية في الجنب الشمال كان بيعمل لك البيانيات كان بيعمل لك الكروسات الكتير جدا هو أساسا لما كان بيخش جوه كان بيجيب جوال لا فرق إجامد جدا طبعا هاني كان جي في الفترة الأخيرة وخلاص ثبت نفسه وثبت مستوية كمان يعني هاني كان بقى مثلا فترة كده ما كانش متزبط بشكل كبير لا الفترة الأخيرة الحقيقة لا هاني بقى مثبت نفسه في مركز الباك اليمين ومن ناحيتين الحقيقة النواحة الهجومية والنواحة الدفاعية هاني كان عمل تميز فيها الحياة طيب اجملا كل التفاصيل دي تباعة مباراة الآله أورلاندو بايرتس المباراة في حد ذاتها الكل كانت توقع أنه هيبقى فيها صعوبة كبيرة لأن أورلاندو كسب بولوزداد في الجزائر اتنين فبالتالي المباراة على أرضه ساعة ثلاثة العصر مع فكرة فرق جنوب إفريقيا الأهل ما بيعرفش هم من نتيجة إجابية هناك كتعاملة شوية قلة بس لما تفرجنا على المباراة الكلام شيء وأرض الواقع كانت شيء تاني خالص قيمت التسعين دي أزاي يعني يمكن قيمها هقسمها على فترات الحقيقة في فترات لما نزل حسين الشحات ولما نزل أفشا ولما نزل بيرستاو على غير العادة أو على غير المستوى اللي مقدمه في الفترة الأخيرة الحقيقة بيرستاو عمل الفترة اللي نزلها عملها بشكل كويس طبعا الحسين الشحات وجوده مهم جدا 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 من اللعبة الأوليلة جدا في مصر اللي بيصنع الفارق أفشا بيعرف يعمل استحواز بيعملك استحواز حتى في مبارات صعبة جدا هو بيعرف يعملك استحواز لكن في فترات الحقيقة لا يعني كان برضا مش مش كورة النادي الآلي وكانوا ماشيين في نفس الشكل اللي أنا قلت عليه إن برضا حيطة الضغط في رص الملعب ما كانش موجود بشكل كويس حيطة الرقابة ما كانش موجودة بشكل كويس فده يمكن فرق في فترات في المباراة لكن أول ما اكتملت الحقيقة وأول ما نزل اللعبة اللي بتعملك الحقيقة صناعة الفارق الحقيقة إذا كان حسين أو أفشا أو بيرستاو على عكس زي ما قلت لك المستوى اللي هو بيقدم به في الفترة الأخيرة بيقدم بمستوى أقل للحقيقة لكن الفترة دي كان الأهل كان ممكن يسجل هدف أو هدفين طيب وزاة الملعب لما بنتكلم على كوكا ومروان ونيدفيد وإمام والسولية وأفشا أنت بتكلم في ستة لعبة أحيانا بيبدأ بإمام أحيانا بيبدأ بأفشا بخبراتك كابتن رمضان السيد وهو أحد أهم اللعابين اللي يجون في تاريخ مصر في وسط الملعب شايف المكان ده الأفضل فيه أنك تلعب بسبقات تشكيل تلعب بلعيبة متمركزة في وسط الملعب بشكل معين ولا بيقالك تاكتك معين في أداء كولر في وسط الملعب بصة أنا أقولك حاجة يعني يمكن على عكس البداية القوية جدا 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 لإمام عشور العية كان عامل بداية ولا أروع لأن أصلا كان بيعمل المساندات الاجمية بشكل كويس قوي قوي كان بيسدد بشكل كويس قوي وفي نفس الوقت كان بيختارك لغاية ما بيخدشي 18 وبيصنع كمان إجواءات يمكن في الفترة الأخيرة إمام المستوى رجع شوية فبالتالي أنت مفروض تسبت يعني أنا بقول مثلا إيه أفشا مثلا أفشا لما بياخد 10 دقايق لما بياخد 15 دقيقة لما بياخد نص ساعة لما بياخد شوت لما بيبدأ أفشا بيصنع لك الفرق وبيعرف يعمل لك استحواز بشكل كويس قوي وبيعرف يصنع أهداف وهو أساسا بيجيب الجوال مزبوط فبالتالي أفشا يعني أنا في رأيي أنه فرما عالية جدا طبعا مروان لا بديل عنه مروان هو اللي بيعمل لك الاستخلاص وهو اللي بيقفل لك وس الملعب وهو اللي بيستخلص كل الكرات اللي هي بتتعامل في وس الملعب اللي بترتد من الدفاع عندنا أو من المهارمين هو بيقدمه مروان عامل مستوى هاي الحقيقة طبعا انت عندك بعد كده أكرم أكرم توفيقي طبعا بالمجهود الكبير جدا 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 الحقيقة اللي بيبزله لكن أنا مش معه مثلا يبقى مروان وأكرم وكوكة انت كده بتقلل وس الملعبك بشكل كبير جدا وحتة الاستحواز طبعا طبعا وحتة الاستحواز وحتة صناعة اللعب ما بتلاقيهاش بالشكل اللي بقى مثلا موجود فيه أفشا اللي بيوجود فيه السلية السلية طبعا بيعمل لك كل الحاجات دي بيعمل لك حتة المساندات الليجومية بيعرف يخش التمنتاشر بيعرف يسدد من بعيد وبيعرف يعمل لك الكرات الطولية بشكل كويس أو الحاجات البينية فبرضا انت لازم تثبت تلاتة الحية بس ما يبقاش فيهم تشابه زي ما بتلعب كوكة وأكرم ومروان الفترة اللي انت بتلعب بالشكل ده بتلاقي نفسك ما بتضرفش تعمل الاستحواز افضل تلاتة ممكن يبدأوا مثلا مع بعض لذا في تنوع كده ما بين التلاتة في أدوارهم مختلفة فسط الملعب أنا رأيي الفترة دي مروان وأكرم وأفشا مروان وأكرم وأفشا مروان وأكرم وأفشا لان أكرم مع أفشا غير أكرم مع كوكة اللي اتنين لعبهم متشابه الحقيقة لكن لما بيلعب مع أفشا أفشا بيعرف يلعب أكرم وفي نفس الوقت كمان بيدله فرصة أنه هو يتقدم بشكل كويس قوي في الكرات البينية اللي هو بيعملها بيشتغلها مع حسين الشحات وبشتغلها مع أكرم وبشتغلها الحقيقة مع طهر محمد طهر وبشتغلها مع وسام أبو علي أفشا بيعرف يعمل لك استحواز وبيعرف يعمل لك الكرات البينية هل يقدر الأهلي يحسن قمة المجموعة الثالثة في دورة أبطال إفريقيا هو حالين أربع نقاط مع أورلاندو بايرتس أربع نقاط شباب بلوزداد ثلاث نقاط والمباراة القادمة بعد العودة من قطر بإذن الله مع بلوزداد الأولى في القاهرة والجولة الرابعة بعدها في الجزائر النادي الأهلي يعني في خلال الأسبوع دوت أو الفترة دي لو رجع لمستواء قادر إن هو يحسم الحقيقة مبكرا جدا يعني قادر إن هو يعمل فوز في المباراتين الحقيقة الحوار معك ممتعك ربنا أخذ ليجا محمد وموضوعات مهمة لسه نتكلم فيها ولكن نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل النهاردة بالتأكيد الاتحاد الدولي ومن خلال ترحيب ومشاركة الأهلي في العديد من المسابقات الدولية سواء منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية أو كأس فيفا انتر كونتينلتن النهاردة بالمناسبة على حساب فيفا على منصة إكس نشر أكثر من تغريدة عن كأس العالم الأندية عشرين خمسة وعشرين أول حاجة كانت تحت عنوان من يسجل أهدافا أكثر في المنديال مبابي أم وسام أبو علي ودي مقارنة يمكن وضحها الاتحاد الدولي بين أبرز المهاجمين اللي هيكونوا ميشاركين في بطولة كأس العالم للأندية حساب الرسم للفيفا نشر صور لأربع مهاجمين وسام أبو علي مهاجم الأهلي مع مبابي مهاجم ريال مدريد لويس هنريك مهاجم بوتفوج البرتغال البرازيلي وهدف فريق الليون المكسيكي وكتب حساب الفيفا فوق الصورة من يسجل أهدافا أكثر في كأس العالم للأندية يعني مقارنة جميلة وأعتقد هتبقى يعني دفع معنوية قوي جدا لويسام أبو علي في نفس الأمر مبارح الاتحاد الدولي نشر بوستر خاص عن مباراة الافتتاح ما بين الأهلي مع انتر ميامي اللي هتقام بإذن الله في ستاد هارد روك في ميام قدامنا الصورة بس الصورة مستوحاة من لعبة جي تي اي اللعبة اللي كنا كنا بنلعبها في التسعينات والبوستر واخد فكرة اللعبة نفسها ونشر الفيفا عبر حسابه الرسمي على طريقة لعبة جي تي اي الشهيرة لسباقات السيارات وزهر في البوستر بوستر مين لعب انتر لعبه انتر ميامي الأرجنتيني ميسي الأورجواني لويس سوارز ولعب وسط الأسباني اللي كان بيلعب في برشلونة سيرجو بوسكتس وكمان مين بيقود السيارة الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهم هو طبعا مالك فريق انتر ميامي ومكتوب فوق الصورة Welcome to Miami وبيظهر أمامهم سولاسيا الأهلي محمد الشناوي إمام عشور والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ده اللي النهاردة الفيفا عملوا من خلال حساباته الرسمية عبر السوشيال ميديا كترحيب بالنادي الأهلي أو أبرز لعبي النادي الأهلي كابتن رمضان يعني أعتقد فخر كبير جدا لما تكون حسابات الفيفا يوميا بتتكلم عن البطولات ودائما اسم النادي الأهلي موجود بشكل مستمر طبعا يعني يمكن بس أنا بقول للناس اللي هي بتتكلم عن النادي الأهلي شوفوا الحاجات دي يعني لازم يشوفوا البصرات اللي بتكاتب دي والحاجات اللي الفيفا بكتبها على النادي الأهلي وإنه هو بيقارن وسام أبو علي بين بابي وبيقول مين اللي هيبقى هده في البطولة أعتقد ده الشرف له هو سام أبو علي وسام أبو علي أثبت وجوده إنه هو من مهاجمين الأفزاز اللي مش في مصر أو في أفريقيا في العالم يعني بالشكل دو سام أبو علي زي ما قلتلك يعني من المهاجمين اللي بيجيلوا فرصتين يجيب فرصة يجيب جول من المهاجمين اللي بيجيلوا Böyle بيجيب واحد من هاجمين لأوقات بيجيلوا تلاتة بيجيب اثنين لا حاجة يعني مهاجم في العالم فعلا فز وفعلا لازم يتحط في المكانة دي لان قدم دور الثاني في الموسم اللي فات انا ما اعتقدش ان فيه مهاجم في العالم قدم الدور ده يعني من اول ما انتقل للاهل في يناير اللي فات لفاية النهاردة حالت بتكلف شهر 12 يعني على مدار 12 او 11 شهر عمل نسبة اهداف متميزة جدا على كافة المستويات بالزبط وكمان ده محمد فيه فيه نقطة انا كنت بتكلم فيها الحقيقة ناس كان بيقولوا لي هو وسمى معلها هياخد هدف الدوري او المسابقة طولهم يا جماعة مش هياخد هدف المسابقة وسمى معلها هياخد افضل لعيف في الدوري وفعلا خدها يعني خدها النقاط وخدها الاعلام وخدها كل حاجة مظبوط مظبوط طيب الاهل رايح لتحدي جديد وعنده مباراة هي على كاس التحدي بالفعل يعني اتلعب بيال فايز مع الفايز من باتشوكا المكسيكي مع ابو تفوج البرازيلي كابتو رمضان على المستوى الشخصي تتمنى مين فيهم يكسب يعني انا اتمنى باتشوكا المكسيكي المكسيكي اه لان الحقيقة جامد جدا ما بينه ما بين الحقيقة بوتفوغ لان حتى هم ماشيين كويس بوتفوغ لكان حتى مشكلة ان تصراحات المدارب بتاعهم فيه غرور واعتقد ان دي كمان هتوقعه لان هو برضك ما يعرفش النادي الاهلي مدارب البرتغالي لفريق ابو تفوج البرازيلي اه قالك كده قالك انا بيكلموه انت تلعب مين او عامل حساب مين قالهم انا هكسب يال مدريد لغى المباراة الاولانية ولغى النادي الاهلي لما يلعب المباراة التانية كمان هو ما يعرفش النادي الاهلي النادي الاهلي لما بيتحط فيه الحقيقة تحدي لا بيتحدي بشكل قوي جدا 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 وهتلاقي مستوى غير الاربع خمس مجيات الاخيرة كمان ممكن تصرحاته دي تيجي بالسلب على العابته؟ بنسبة مية في المية بنسبة مية في المية وهتدي دوافع بشكل كبير جدا 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 ان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي لما يكسب ويلاعب ريال مدريد بكرة ما تشون مع بعض تتوقع ان يكون مطش سهل ولا لا مطش صعب ما بين الفرقتين لا هو مطش من السهل وفي نفس الوقت هي فرصة فعلا بتفوقه هي يعني تبقى الأفضل لان هو عنده تفوق الحقيقة لما شفت مباراته الاخيرة عنده لعيبة على مستوى علي جدا وعنده هيعمل تفوق على باتشيكا الحقيقة طيب لو هنسترد معك دلوقتي حتى معنا بعض الماترية المتعلقة بصفر الفرين نهاردة في اللحظات الازاي دي حتى احنا عايزين نبص كده على الكواليس واللعيبة بتفكر ازاي وبتشتغل ازاي على الاعداد الزهني لهذه البطولة لعبها في المطار او خلاص عارك بالطيارة في التوقيت الازاي ده يعني الهيب يفكر فيه المدرب بيبقى ليه دور في ايه بص هو المدرب الاول لان المدرب الحقيقة في الفترة اللي فاتت احنا محتاجين مستر كولر الحقيقة يدوس في الحاجات اللي هي النفسية يدوس في الحاجات اللي هي بتخلق الدوافع عند لعيبة الناد الاهلي بالذات التحدي لان لعيبة الناد الاهلي في اي تحدي بيعملوه في مستوى اي بطولة بيشاركوا فيها لما بيبقوا مبكزين بيقدموا كرة على مستوى علي جدا وبيقدموا روح كتالية كمان يعني مش كورة وبس كمان لا بيقدموا روح كتالية عالية جدا جدا وبيقدروا يحسنوا بوريات صعبة جدا الحقيقة فبالتالي هم فعلا في المطار أكيد هم واغدين قاعد معهم الراجل وعمل معهم اجتماعات وبالتالي هم مركزين بنسبة كبيرة جدا ان هم يروح هناك يعملوا إنجاز كبير إن شاء الله بإذنه هو كمان حاب يبدأ اليوم من أوله بالزبط يعني يتمرى النهاردة في الملعب الفرع في مدينة نصر يتحرك على المطار الفريق يوصل يعني أعتقد خلال ساعة بالكتير يكون وصلت ضوحة بإذن الله يدخلوا بفنده الإقامة الإقامة الأعاشة الكل يعرف القوة بتاعته بحيث يبقى اليوم بدأ من الصفح البلين خلاص كل حد عارف بيعمل ايه ويبدأ من بقرة يحضر للبطولة وهناك بالزبط وهو كمان فيه نقطة مهمة جدا ونقطة إيجابية جدا جدا إن شاء الله بإذن الله وجود الاسطورة معهم كابتن محمود الخطيب رئيس البيعسة رئيس البيعسة لأهو لما بيطلع رئيس بيعسة بيفرق معهم بيفرق مع اللعيبة وبيفرق مع الجهاز بنسبة كبيرة جدا يعني نبدأ من حتى يقع على الشاشة كتابة آه طبعا بعض اللقطات الخاصة بيه صفر البعسة بتبقى بقى لحظات تركب وانت على مشارف رحلة جديدة بتحدي جديد طبعا دوافع طبعا وهقولك حاجة كولر بيعرف يعمل دي والكابتن محمود الخطيب بيعرف يعمل دي بشكل جبير جدا 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 ما فيش بطولة بيطلع معهم أو برانة هائية بيطلع معهم إلا لما بتلاقي اللعيبة الحقيقة عندهم دوافع كبيرة جدا ويلعبوا على المكسب وروح كتابة لها بتبقى عالية جدا طيب وجود تلات لعيبة من الشباب والناشئين محمد عبدالله مصطفى أبو الخير والمهاجم سمير محمد التلاتة أكيد كل واحد ليه مركز مختلف عن التاني لو هتختار واحد منهم مين الأقرب يعني هختار محمد عبدالله لأن التجارب اللي أخدها الحقيقة أثبت وجوده وهو لعيب مهاري لعيب اللي حقيقة مهاري بشكل كويس قوي ويقدر ينتج مع الفرق كبير طيب تواجد الكابتن محمود الخطيب كرئيسا للبعسة ده بيمثل إيه للجهاز وللعيبة لأفراد المنظومة يعني دايما بتلاحز أن فيه رسائل مهمة بتيجي من الكابتن في لحظات مهمة طبعا طبعا كابتن محمود الخطيب فأسطورة يعني أنت لما بيسافر مع الفرقة هو بيحاول أنه هو يديهم دافع ودوافع جديدة خالص وحتى هو يمكن مسافر في فترة اللي أبقى محتاجها واللي أبقى محتاجة الفترة دي لأن لما بنيجي نتكلم على الأربع ممبرات الأخيرة لا مش هو ده النادي الأهلي أعتقد أن في قطر أنه الأهلي هيلعب المباراتين إن شاء الله بإذن الله بمستوى عالي جدا بمساندة الكابتر محمود الخطيب والحقيقة كلها الحقيقة كمان اشتغل معهم الفترة اللي فات على دي بالذات بتشعر أن الأهلي في المغطلات العالمية والمغطلات الكبيرة اللي زي دي بيظهر فيها بدون ضغوط يعني بيؤدي فيها مباريات أفضل بالمقنة بالمستوى المحلي أو الإفريقي لأنه بيبقى خالي من أي ضغوط بيعايز يقدم أفضل مستوى طبعا لأن هي أنت أنا بتلعب بطولة قوية وبطولات القوية دي بيبقى عندك دوافع أن أنا عاوز أطلع أقصى حاجة عندي أن أنا عاوز أزبت وجودي أن أنا عاوز أكسب ألعب عشان أكسب وأكسب فرقة كبيرة فالحاجات دي كلها بتبقى دوافع للعيبة النادي الأهلي إن هم يلعبوا على المكسب مهمة جدا مهمة جدا جدا أجواء قطر بقى والمونديال هناك آه طبعا إحنا شوفنا أفضل أفضل كاس عالم مثلا في تاريخ الكرة من ساعة لها بدأت الحقيقة البطولة اللي تلعبت في قطر فبالتالي الأجواء موجودة هناك الملاعب موجودة هناك بشكل يعني بشكل عالمي الحقيقة وما تقلقش على أي ملعب هتلعب عليه فبالتالي كل الأجواء دي بتساعد هتساعد لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله بزيلا إن هم ينتجوا بشكل قوي جدا جدا في المباراتين الكابتن محمد رمضان كمديرا رياضيا شايف الخطوة دي إزاي في مرحلة مهمة زي دي طيب المحمد رمضان الحقيقة يعني هو أنا ليه تجربة معاه وأنا شفته هو مدير كورة لأ شخصية منظمة جدا وشخصية ملتزمة جدا والحقيقة يعني أولا الحتة العقوبات اللي الناس كنت بتتكلم عنها دي دي مفروض يعني دينا مش موجودة كان بقى فيه مشكلة كبيرة جدا الحقيقة فهو تعامل معاها وتعامل معاها كمان إيه يعني حتى العقوبة الأولية بتاع الكهرباء هو قد عقوبة جمدة جدا وبعدين يمكن خفضها شوية عمقوبة إمامة كاتشينف عن أن هي تتخفض لأن كان فيها تجاوز الحقيقة تجاوز بشكل كبير جدا محمد رمضان مدير رياضي على مستوى عالمي أقولك حاجة المدير الرياضي ده كمان على مستوى العالم وعلى مستوى الدوريات في أوروبا وفي ألمانيا وفرنسا وفي إنجلترا والحاجات دي كلها ده فيه أوقات الأندية بتتمسك بالمدير الرياضي إن يستمر معهم أكتر من المدير الفني لأن دور المدير الرياضي دور مهم جدا 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 طيب يعني أنك بقى اشتغلت مع الكابتر رمضان وفيه كواليس كتيرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل أرجع للكابتر رمضاني السيد ونتعمق شوية في العلاقة اللي كانت بتربطه بالكابتر محمد رمضان عشان نقرب أكتر من شخصية الكابتر محمد رمضان حاليا كمزير رياضي للنادي الأهل كل ده ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وقبل مطلع للفاصل اللي فات كنت بسأل الكابتر رمضان السيد على علاقته بالكابتر محمد رمضان لأن الكابتر محمد رمضان فترة من الفترات كان موجود في صفوف الفريق والكابتر رمضان السيد كان ضمن الجهاز الفني مع الكابتر أنور السلامة كانت فترة مهمة جدا وتعرفتوا فيها على شخصية محمد رمضان وجاي من الترسنة طبعا أكيد إحنا كمان يعني يمكن كان اشتغلنا في صحبة جدا لأن كان أبنينا مايكل إفريت كان هو اللي ماسك والترتيب الأهل اللي عاشي ده حاجي ده محمد شالفاصل مع الإسماعيلي ده فكره أربعة آه طبعا آه طبعا فبالتالي هو من اللعيب ده جب أحرص ثلاث أهداف في المجارة دي آه هاتريك آه هاتريك هو كمان شخصية لما دي جي تتعامل معاك ألعب كورة لا شخصية غير خالص شخصية ملتزم جدا وملتزم جدا وجدي جدا وبتمرن بشكل كويس قوي قوي وفي نفس الوقت يعني يعني بتكلم إحنا على وسام دلوقتي هو كان من النواية دي لما بتجيله فرص داخل التمنتاشر ما كانش بالسربع وكان بيجيب جوال كتير من كور سابتة وكور متحركة وكور هيدرز وكان بيلعب ضربة الجزاء بشكل غريب جدا يعني على طول في كل مرة بيلعب ضربة الجزاء بيودد الحارس في حتة وهو بيحطها في حتة وكان شخصية هيلة واللي أنا كنت متوقعه إنه هو لما يشتغل مدير كورة الكابتن طارق سليم بعد المبارات الإسماعيلية عطول في نهاية المباراة قال له عن محمد هو أعلن أتزاله وقال له عن محمد أنت هتمسك مدير كورة طبعا اشتغل فترة برضا ولا أروع فترة يعني مهمة جدا جدا في تاريخ النادي الأهلي كمدير كورة ولما جي مسك الفترة الأخيرة كمدير رياضي أنا طبعا متوقع نجاحه بنسبة 100% لأنه زي ما قلت لك إنه هو ما شاء الله شخصية محترمة جدا 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 طيب أنتقل معاك لملف سريع وعلاقة باتحاد الكورة والاتحاد النهاردة خلاص تم تسكيت قيمة المهندس هنا بريدنا نتمنى للتوفيق يا رب في المرحلة اللي جاية يقدر يعمل الطموحات أو يحقق الطموحات اللي ما كانش يقدر يحققها في الفترات السابقة مطلوب من المجلس ده إيه يعني تلات حاجات مهمين جدا أولا التحكيم ده واحد ده يعني مهم أو واحد واثنين وتلاتة بالضبط يعني ده مهم جدا 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 الحاجة التانية الانضباط في الملاعب اللي بقى فيه مشاكل كتيرة جدا في الملاعب ويمكن برضك الحاجة المهمة والحاجة اللي هي مفروض يعني يدوسوا فيها بشكل قوي جدا جدا دخول الجماهير جميل لازل تخش بال40 ألف ولا 50 ألف لأن دخول الجماهير بيفرق فيه مستوى كل الأندية اللي موجودة في المسابقة لأن طبعا احنا بنشوف مثلا جمهور رد الأهلي لما بيحضر مثلا 50 ألف أو 60 ألف بيعملوا ايه مع لعبة نادي الأهلي وبالتالي كل الفرق الحقيقة فبالتالي النقطة دي مهمة جدا جدا إنهم يشتغلوا عليها ويشتغلوا عليها ليعملوا بها استمرارية ما فيش حاجة اسمها مطش 10 ألف مطش 5 ألف ومطش تاني يبقى 40 ألف لا لازم يتعامل استمرارية في الإعداد الكبيرة اللي بتحت يبقى تحكيم انضباط والجمهور نعم المنتخبات المنتخبات طبعا أنا بقول إن المنتخبات ماشية بشكل كويس قوي يعني إذا كان وصلنا كاس الأمم طبعا الأفريقية في المغرب وصلنا خلاص وصلنا من بدري جدا وهنوصل إن شاء الله بإذن الله كاس عالم اللي جاي إن شاء الله بإذن الله بس إحنا يمكن هم بقى كان يبقى مطلوب منهم إن إحنا فعلا نعمل كورة على مستوى عالي إحنا حاليا منتخب مصر بيمتلك أفضل اتنين مهاجمين في العالم عمر مرموش ومحمد صلاح الاتنين دول يصنعوا لك الفرق في أي مباراة تلعب أكيد أكيد وأنا بغت مع كابتر رمضان السي كان ليه تجربة كده في الأيام الأخيرة تجربة مصيرة شوية إنه يبقى يقود منتخب الأليوبية دور المحافظات وكان خلاص مراحل نهائية عملت إيه مع منتخب الأليوبية وسمعت إنه فيه لعيب كمان تقلق وممكن يكون فيه معايشة الفترة الجاية يعني يمكن إحنا لعبنا سبع مباريات الحمد لله فوزنا في السبع مباريات رغم إن إحنا كنا بنعم منتخبات ومداربين وحافظات آه محافظات آه ومداربين على مستوى عالي وفوزنا في السبع مباريات كان آخر مباراة المباراة اللي فاتت مع بانسويف وكسبناها بدربات الجزاء وحصلنا على البطولة ويمكن شكل التكريم الحقيقة كان شكل عالمي يعني يعني ما فيش مثلا كاس بالشكل دوت أو التكريم بالشكل ده كان تكريم مهم جدا 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 الحقيقة فيه لعيب فعلا اسمه حسين بيلعب رقم عشرة فيه ثلاثة من فرنسا لأن البطولة دي كان بيصرف عليها أحد فريكات الرعي التوتل آه فبالتالي هم الثلاثة دولة تختاروا اللعيب دوت هيروح يعمل معايشة في فرنسا على لسه إنه ممكن يبقى ليه توابط في فرنسا فكرة جيدة إنه ممكن المحافظات والمراكز الشبابي بكلها دور إنه يطلع أجيال جديدة طبعا أكيد 100% أكيد طب سؤال أخير بقى عشان السؤال ده طرحنا للجماهير في بداية الحلقة بتفوجه أنبتشوكا المكسيكي توقعاتك مش أمنياتك توقعاتك مين يكسب توقعات بتفوجه أول معايا واحد محمد بيقول بتفوجه هو الأقوى والأشرص ولازم الأهلي يفرد نفسه على كل الفرق ماشي ده أول تعليق معنا عبد الرحمن تعليق تاني بيقول بتفوجه بنسبة 90% 90% محمد ربيع بيقول أعتقد أنبتشوكا أقرب للفوز ننتظر ونرى ماشي كده ثلاث أراء لرأيه السيد عبد الحسيب بيقول بتفوجه بتفوجه عبده بيقول بتفوجه وإن شاء الله نكسب ثقاتنا في ربنا وفي الفريق إن شاء الله إن شاء الله ميدو بيقول بتشوكا ماشي كده خمسة أثنين محمد عادل بيقول أتمنى بتفوجه بس للأسف هنواجه بتفوجه يبقى كده ستة ليه للأسف طيب حسام بيقول بتشوكا هيكسب طيب يعني ده التعليقات اللي اتقالت النهاردة نقدر نقول ست تعليقات بتقول بتفوجه هيكسب وثلاث تعليقات بتقول بتشوكا هيكسب والكابتر ربضان السيد بيقول بتفوجه بقى إذن الرؤية الناس كلها تتوقع أن بتفوجه هو الأقرب لمواجهة الأهل يوم السبت المقبل على مباراة كأس التحدي في بطولة فيفا انتر كونتنالتا كابتر رمضان السيد نورتني وشرفتني وسعدها بوجودك معنا النهاردة ربنا نخليك يا محمد أنا نسعيد جدا أن أنا معك النهاردة الله يسلمك وبالتأكيد كانت فقرة حوارية مهمة جدا محتاجين نتكلم في الفنيات نسمع رأي فني مهم جدا مع واحد من نجوم خط وسط النادي الآلي والمدربين اللي كان ليه باع طويل جدا في الكرة المصرية خلال الحقبة والسنوات الأخيرة كابتر رمضان السيد في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج ألترين شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء